قبيل أيام قليلة تبنت فصائل عراقية مسلحة هجوما تعرضت له قاعدة حرير الجوية شمال محافظة أربيل لم تهدأ تلك الهجمات الصاروخية على مواقع لقوات أمريكية من العراق صوب قواعد في سوريا أو تلك القريبة على الشريط الحدودي لتعود غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع تابعة لفصائل في سوريا متاخمة لمدينة القائمة العراقية القصف بحسب وسائل إعلام على البوكمال السورية تسبب بمقتل لبنانيين وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتلى وإصابة عشرين عنصرا من فصائل مسلحة في تسع غارات أمريكية على البوكمال ومحيطها كما استهدفت شحنة أسلحة هذا الحديث الذي نشرته وسائل إعلام نفاه محللون وخبراء مؤكدين أن الغارات الصاروخية نفذتها المقاتلات الإسرائيلية على شاحنة أسلحة كانت قادمة من الأراضي العراقية صوب الأراضي السورية وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت بوقوع هجوم استهدف القاعدة موضحة بأنه نفذ بطائرات مسيرة مفخخة من دون الإشارة إلى حصيلة الهجوم ومع استمرار تلك الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة يستمر التوتر الحذر من الدخول في دوامة فوضى أمنية قد تسبب للعراق بحسب محلدين حالة عدم استقرار أمني على الحدود وكذلك تفتح باب النار من أمريكا على مواقع لفصائل مسلحة في العراق وهو ما يدخل في خطوط السيادة والقرار العراقي تحذيرات يطلقها الشارع السياسي لعدم تصاعد ملف الهجمات الذي بات عامل خطر في المنطقة برمتها